الحمد لله المسشار البلشي خرج من غرفة العمليات سالما ومفروض انه هو في فترة العلاج للتعافي انما بقيت فكرة التصريح والتجذيب هي السمة لحد النهاردة لحد النهاردة العاصر الحقيقة وزارة العادلة تنفي تقولك لا هو مش معتذر واهله يقولوا لا معتذر احنا كبرنامج حاولنا ان احنا او الحقيقة نجحنا ان احنا نعرف حتى تقريره الطبي اللي اكد ان حالته لا يمكن ان يكون بسببها على رأس عمل على الاقل من اسبوع العشر تيام وظلت ايضا وزارة العادل تنكر ذلك الى ان نشرت الاستقالة او الاعتذار بشكل واضح وصريح المسشار زغلول البلشي بيخاطب رئيس اللجنة العليا للانتخابات وبيقوله انكم تعلمون جميعا الجهد الذي يتجاوز طاقة البشر والذي بذلته طوال الفترة الماضية والذي كنت اسأل الله ان يعينني عليه لكي نقدم للعالم نموذجا متفردا في الشفافية ونزاها وكنت احرص ما اكون على استمراري في مهامي كي ننال جميعا هذا الشرف الا ان الجهد الذي بدلته طوال الفترة الماضية اسلمني الى ازمة صحية طارئة تعلمون تفاصيلها كاخوة لي وزملاء كما تعلمون وهو استحالة قيامي باعباء هذه المهمة في ظل الحالة الصحية التي امر بها وهو عفوا التي امر بها وهو ما ارى معه ان تتفضلوا معليكم بقبول اعتذاري على الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور للمرحلة الثانية كتوصية للاطباء وتفضلوا بقبول هذا الاعتذار يعني اللي بدلنا نقوله نبارح والوزارة تنفي ونتأكد والوزارة تنفي الحقيقة قطع الشك باليقين ومستشار البلشي واعلن اعتذارا صحيا اشتركوا في القناة